بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لموضوع Shear Strength of Soil إن شاء الله هنتكلم دلوقتي على إيجاد البرامترز بتاعة Shear Strength of Soil احنا اتفعنا في الجزء السابق إن Shear Strength بتاعة الصايل بييجي من أو مقاومة الطربة للقص بتيجي من حاجتين حاجة اسمها C اللي هي الـ Cohesion وحاجة اسمها الـ Phi اللي هي الـ Angle of Internal Friction أو زاوية الاحتكاك الـ A الداخل عشان نجيب البرامتر دي فيه طرق معملية وفيه طرق موقعية الموقعية انت مش مطالب بها في هذا القرص لكن انت مطالب بالطرق المعملية فأول تجربة اسمها Shear Box Test أو ساعد بيسموها الـ Direct Shear الـ Direct Shear ببساطة خالص احنا بنجيب عينة من الصايل كويس العينة دي ممكن تكون اسطوانية وممكن تكون شكل متوازي مستطيلات كويس بنحطها العينة هنا هوت ونبتدي نأثر عليها بـ Normal Load Normal Load ده ممكن تجيب منه Normal Stresses لو أسمته على المساحة طيب وبعدين أبتدي أحرك طبعا هو موجود هنا في فك يعني الجهاز كله عبارة عن فكين فك علوي وفك إيه سفلي فك السفلي ده بيتحرك ونفك له علوي ده سابت فأنت عندك التربة هيط أسرت عليها بالحمل الـ Normal هبتدي بقى من فوق كده أحرك الفك الإيه السفلي ده وده سابت فيحصل شير عند المستوى اللي انت فاصل ما بينه هنا وأبتدي أعمل إيه أبتدي أسجل قيمة الشير Stress أجيب الشير Stress إزاي ننقسم الفورس طبعا هو فيه عندنا Load Cell بيقيس الشير فورس بتاعتي هقدر أطلع منها التاو بتساوي تي على مين على الاريا طيب وبعدين بعد كده أبتدي أعمل جدول أو أغير العينة دي وأجيب عينة تانية وأغير فيها Normal Stress وأعمل نفس التجربة وأطلع التاو ووحدة تالتة ووحدة هكذا أعمل إيه بعد كده هبتدي أرسم علاقة ما بين مين ومين ما بين السيجما وما بين مين التاو والله ممكن النقط تبقى بالشكل اللي انت شايفه دوت وما تيجي ترسم كده فييجي عندي هنا قيمة أقسها أو الزاوية يبقى دي زاوية الاحتكاك الداخل أو ممكن لما تيجي ترسم تلاقي النقط جات لك كده فتقدر تقيس القيمة دي هي دي سي أو الكوهيجن بتاعت السيج وممكن تجيلي بالشكل اللي انت شايفه ده يبقى في الحالة دي الطربة ليها كوهيجن سي وليها مين فاي اللي عندي بكده مدام طلعت السي وطلعت الفاي يبقى طلعت الشير برامترز تجربة سهلة وحلوة وممكن تخلص بسرعة وتطلع لي الشير برامتر بتاعت السيج ترجمة نانسي قنقر